أعرب رئيس الروسي فلادمير بوتين عن عزم مواصلة هجومه ضد أوكرانيا دون هوادة وخلال التصاني الهاتفي مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون أعرب بوتين عن دعم وعدم موفقته على خطاب بشأن أوكرانيا ألقاه ماكرون بالأمس مشيرا إلى إمكانية قيامه بتوسيع قائمة مطالبه من أوكرانيا خلال المحادثات بحسب ما قاله الكريملين ومن جنبه قال قصر الإليزي في بيان إن ماكرون يعتقد أن الأسوأ لم يأتي بعد في أوكرانيا وأشار البيان إلى أن بوتين أخبر ماكرون بتطور عملية الجيش الروسي وفقا للمخطط الذي وضعته موسكو وأنها ستتفاقم إذا لم يقبل الأوكرانيون بشروطها